شكرا لأخ الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لأخ الرئيس المادتان امية وثمانية وامية وعشرة من الدستور تنصان على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه والمادة امية وعشرة كذلك الناعب حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس واللجانة لذلك برا بقسمي وابراعا للمتي أمام الله وأمام الشعب الذي أوصلني إلى هذه القاعة بهذه النتيجة التاريخية سأقول رأيي بكل صراحة وأتحمل كل كلمة فيه منفردا لأخ الرئيس تحقيق شعار برنامج عمل حكومة تصحيح المسار في ظل حكومة أحمد النواف وأحمد الفهد هو أكبر كذبة في التاريخ السياسي الكويثي الحديث بعد كذبة التنمية عام 2010 التي قدمها وزير التنمية آنذاك وزير الدفاع الحالي بالأدلة والأرقام نحن لا نتجنى على أحد لأخ الرئيس خلال سنة واحدة فقط خمس حكومات ستة وثلاثين وزير سبع وزراء أوقاف مروا خلال سنة في خمس وزراء عمرهم يوم واحد إلى الآن لا أحد يعرف ليش عينوهم وليش شالوهم لأخ الرئيس حقيبة الأوقاف عند وزير الإعلام الاستثمارات الخارجية عند النفط التنمية عند وزير الدفاع رغم الفشل الكبير السابق وأخيراً التعليم العالي عند وزير الكهرباء هل هذا التخبط هو تصحيح المسار؟ استثناءات التوظيف في 100 يوم أكثر من استثناءات 10 سنوات فضيحة الرواتب الاستثنائية الشواغر اللي وصلت إلى رغم قياسي هل هذا هو تصحيح المسار؟ الإصلاح الاقتصادي مو أولوية في دور لنعقادة الحالي لن نقر أي قانون إصلاح اقتصادي أنا لست مسؤولاً عن أولويات النواب هذا حقكم لكني مسؤولاً عن أولويات الحكومة وأراقبها وين تحسين المعيشة وين البديل الاستراتيجي وين توجيه الدعم للمواطن يعني بشرنا بالمدينة الترفيهية وين أحد أهم الأولويات الهوية الوطنية لأخ الرئيس حيئة الجنسية قانون البدون كما جاء في البرنامج وفق رؤية الجهاز وذكركم لن يقدم القانون ولن يمر وسيضرب الجهاز لأخ الرئيس تصحيح المسار يحتاج إلى تصحيح التشكيل الحكومي وحسن الأختيار وأنا سأتكلم بكل وضوح وبكل صراحة حط الحكم القضائي هل تعيين وزير عليها أحكام قضائية وإن كانت غير نهائية في بلد الجميع يسميه بشرط العالم الجميع يسميه بشرط العالم هو تصحيح المسار وزير الدفاع عليه حكم حكم تزوير حطه على الشاشة في المحكمة سويسرية في عشر سبتمبر 2021 منطوق الحكم تعلم بأن أحمد فهد الأحمد الصباح مذنب بتهمة التزوير والسطر اللي بعده تحكم على أحمد فهد الأحمد الصباح بالسجن لمدة ثلاثين شهر مع خصم خمسة وثلاثين يوماً من الاحتجاز السابق هل هذا هو حسن الاختيار؟ الحكم مو مخالفة مرور مو جنحة لأخ الرئيس حكم تزوير وتزوير إيش أحكام قضائية؟ إذا تزوير أحكام قضائية مو مخل بالشرف والأمانة شنو اللي مخل بالشرف والأمانة؟ أنا مراح أدقل في قضية ريشارد ليلة أن يطول حديث عنها أنا بقول للوزير طلع في التلفزيون الرسمي معترفاً بجرائمه ومعتذراً مما نتهمهم دون وجه حق بشهادة ورعاية رحمة الله عليه الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اللي كلنا نعرف إنه لا يمكن أن يظلم أحد هل هذا هو تصحيح مسار؟ ولا احتلال مسار؟ طيب ما يسوي رئيس الوزراء إذا صدر الحكم النهائي؟ ما يسوي؟ يطلب من وزير الدولة إن الفتوى والتشريع يطلع رأي مضروب بإن لا يجوز ليظل موجود في الحكومة؟ لأخ الرئيس الله يذكرهم بالخير محمد بو شهري أحمد الجسار قدموا استقالاتهم وأجبرت وقامت الدنيا وما قعدت على أحكام لا ترقى جنح وأحمد الجسار قدم استقالته ولم يعد إلى الحكومة إلا بعد ما طلع حكم التمييز ببراءته هذي للناس اللي يحترمون أنفسهم وهذه الحكومة اللي تحترم نفسها لأخ الرئيس الموظف العادي يتم حالته للتحقيق اللي يتم حالته للتحقيق يتم توقيفه عن العمل واللي يتصر عليه أحكام قضائية يعين وزير أيضا أنا لا أشخص الأمور أنا على مصطرة واحدة مع الجميع بغض النظر مش بيقولون أدواتهم أيضا الأخ الرئيس في ملاحظة في غاية الأهمية وغاية الخطورة لما الحكومة توجه اتهام إلى أحد المرشحين بشراء أصوات وتصدر أمر ألقاء قبض وكافة الإجراءات وأنا شخصيا أعتقد أن اتهام كيدي لكن بعد ما ينجح نفس المرشح والمواطن اللي وجهت لاتهامات بشراء أصوات وصدرت عليه أوامر قبض بعد ما ينجح يعين نائب الرئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة هذه وين تصير؟ هذه وين تصير؟ أنا ما أتكلم عن الأشخاص الشخص صديقي وعزيز وأعرف إن شاء الله أنه هو بريء من هذه التهمة والتهمة كيدية وياي عليها بعدين أنا أتكلم عن المبدأ شنوها الحكومة مو أنا اللي وجهت لاتهام ولا أعضاء المجلس الموقر وجهوا الاتهام الحكومة هي اللي توجه الاتهام وهي اللي تعين يا هم يكذبون في الاتهام يا هم مهما بيدخلون بالطوفة في هالتعينات هذا غير الآن اللي نسمعه إن شاء الله لا يكون صحيح إنه بعد وزير آخر موجه الاتهام من النيابة إضافة إلى استقالة وزيرين هل هذا هو تصحيح المسار؟ وأنا ذكرك سيطلب ثمن التوزير أن يصدر قرار من الهيئة أو فتوى من الفتوى والتشريع بأنه والله حتى إذا صدر حكم نهاية على أحمد الفهد لا لا ما فيها شيء لا بوشهري لازم يمشي الجسار لازم يمشي وزراء بتغريدات لازم يمشون لكن إذا أحمد الفهد لا لا حتى لو بسويس ترى يحكمون علي حكم نهاية وراح أقول بعدين ليش لخ الرئيس في الجلسة الماضية أنا قدم طلب تكليف لجهة شباب الرياضة التحقق التحقق من تدخل الحكومة في انتخابات المجلس العلم بالأسيوي بناء على ما نشر في الصحافة العالمية أي صحافة عالمية واشنطن بوست يو اس اي تو دي الديلي ميل أكبر الصحف العالم لخ الرئيس أنت تعرفها كلها تحقق وقام الأخ رئيس الأخ نائب رئيس وزير الدفاع وأجاب أمام الجميع بثلاث إجابات رد عليه قال هذه الصحافة مدفوعة الأجر وقال أنه لا زال يحمل قبعة رئيس المجلس العلم بالأسيوي وقال إنه موافق على الطلب طالما الطلب لائحي وما عنده مانع ويشرح الموضوع في اللجنة وهذا موجود والفيديو أيضا موجود أي واحد بينكرها الإجابات أو إذا نكرها الفيديو موجود أنا بقول لك شنو اللي صح الرد على الصحافة مدفوعة الأجر حط لي المالك مع الواشنطن بوست لو سمحت هذا الأخ الرئيس جيف لا تحط الفيديو حط لا يضيع الوقت حط جيف بيسوس هذا مالك واشنطن بوست شيملك نصف شركات العالم واحدة منهم بس أمازون طيب هذا جيف بيسوس كم ثروتها الأخ الرئيس هذه ثروتها في عام 2023 153.5 مليار دولار يعني ضعف ميزانية دولة الكويت الغنية بالنفط والقليلة بعدد السكان واحد هذا يملك ضعف الميزان 150 مليار صديقنا وزير الدفاع يقول مدفوعة الأجر طيب شنو الرشوة اللي لازم تدفعها لهذا الشخص حتى يحط معلومات مغلوطة يا أخي يا أخي احترم المجلس يا أخي احترم عقول ما تبت احترم عقولنا احترم عقول الناس اللي الطالب هذه لها صحافة مدفوعة الأجر يو اس اي تو دي لخ الرئيس هذا السلايد اللي موجود أغنى خمسة بالعالم وهو رقم واحد من فوربس 2020 يو اس اي تو دي أكبر صحيفة موجودة في العالم ديلي ميل أكبر صحيفة في بريطانيا النقطة الثانية قال أنا أحمل قبعة المجلس الأولم بالآسيا غير صحيح بدليل أن في انتخابات وأنت موقوف موقوف من المؤسسات الدولية لأنها تحترم نفسها عليك حكم أو قفوه من كافة المؤسسات الدولية حتى صدور الحكم النهائي مو مثل حكومة دولة الكويت النقطة الثالثة قال إذا الطلب لائحي أنا ما عندي مانع أمام الجميع الأخي الرئيس حضرتك لو إلى أنه لائحي لما أدرجته ولم يعترض لا حكومة ولا نواب على ذلك ومع ذلك لما يتصويت صوته 22 نائب مشكورين والله إني ما كلمت أحد والحكومة لم تصوت لو أربع من الحكومة مصوتين كان حققت اللجنة لذلك أنا مضطر أن أقول هذه الحقائق داخل القاعة الأخي الرئيس على أي اساس وزير الدفاع ياخذ شقيقة في رحلة آسيوية قبل انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي ظاهرها مهمة رسمية وباطنها جولة انتخابية وين قاعدين إحنا؟ دولة مؤسسات ولا عزبة؟ على أي اساس ياخذهم؟ أيضاً في سمعة الكويت الأمور الشخصية نحن لا نشغل فيها لما يروح وزير الدفاع بانكوك لدعم شقيقة في الانتخابات على طائرة أميرية على حساب المال العام وبالدعاء أنه يرأس وفداً من الديوان الأميري وزير الخارجية أو من ينوب عنه شوف سفاراتك شقع تسوي شوفوا اللعب بالدولة اللعب بالدولة من الديوان الأميري ويقول أنه وفد من الديوان الأميري ووزير الدفاع وش علاقة وفد من الديوان الأميري كلها كذب لأخ الرئيس كلها لعب مو صحيح هذا تصليح مسار أيضاً الكثير من الأمور لأخ الرئيس وزير الدفاع تدخل في الانتخابات الماضية بشتى الطرق الغير مشروعة لكن لضيق الوقت أنا بتكلم بس عن نقطة في غاية الخطورة والأهمية في اتهامات كيدية كانت توجه للمرشحين في الأوقات القاتلة اللي ما يبوني أو يبوني سقطوني يوجهون الاتهام كيدي في وقت قاتل حتى يصطر وإذا نجح يحاولون يصيرون ربعة وإذا تبي الفكة أفكك ألفك عدب فهد أنا أفكك وهذا أمر في غاية الخطورة ولا هناك شيء أدل على تبعات هذا التدخل من غير أنه هو الوحيد اللي يشهر قبل لا يعمل وإذا انتقدته يهب كل من له فضل عليه في الانتخابات للدفاع عنه ومهاجمة أي نائب يهاجمه لا بهاجمك وبنتقدك في كل الأمور إن كنت أنا على حق وأي باطل تقوم فيه رح رح انتقدك وهاجمك فيه هذا أيضا يجرنا إلى نقطة أخرى في غاية الخطورة وهي التدخل في القضاء لخ الرئيس لا يملك رئيس الوزراء ولا يملك رئيس السلطة التنفيذية استدعاء رئيس السلطة القضائية وإملاء أي توجيهات أوامر عليه لا يملك هذا الأمر هذا خرق واضح للمواد خمسين ومية وثلاثة وستين من الدستور خرق واحدة للأخر رئيس وخطر خطر جدا ما لا حق ان يستدعي رئيس السلطة القضائية ولا الحق رئيس السلطة التنفيذية يقول حق لرئيس السلطة القضائية قدم استقالتك ولا لا تقدم استقالتك وإلما داً يا ثلاثة وستين ولا سلطان على القاضي وليس له حق لا أهوة ولا أي عضو في السلطة التنفيذية أن يتم الاتصال بالناب العام ما يجوز ولا يجوز السكوت عن هذه الأمور وأنا على الأقل ولو كنت منفردًا ما رح أسكد في قضية في غاية الخطورة الأخ الرئيس مجلس القضاء رفع الحصانة عن وكيل نيابة بتهمة تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى طرف نيابي وإلى مغردين أصحاب حسابات وهمية ونمى إلى علم أن هذا الطرف النيابي يحاول أن يضغط على النيابة لطمطمة الموضوع وهناك أطراف حكومية أيضا داخل الحكومة تحاول طمطمة هذا الموضوع أنا أكد سنتابع كل القضايا وسأتحدث عنها في العلن لأخ الرئيس أيضا وين تصحيح المسار والتدخل في الانتخابات لأخ الرئيس النطق السامي أكد على عدم التدخل في الانتخابات الكل يدري وزير الدفاع قاعد مع نص الأمة المرشحين حتى يرتب الأمور لرئيس الوزراء وهذا لا يجوز لأخ الرئيس أيضا في نقطة مهمة جدا القرار المختطف من قبل حسابات الوهمية صارت برعاية حكومية وأنا أتحدى رئيس الوزراء أنه ينكر أنا في ندوتي الانتخابية حطيت مستند وغطيت الأسماع ترامل العوائل وقلت له عندك فترة ومدة وعطيك مدة لتعالج هذه الأمور قياديين في مكتب رئيس الوزراء يمولون مغردين لضرب النواب اللي عرضونهم ما رح نسكت طعم في الأعراض طعم في الذمم ما رح نسكت خليعرفون وصوت الحق قوي وإن كان وحيدا ما رح نسكت خليعرف رئيس الوزراء خليعرف وزير الدفاع ما رح نسكت مهما كثرت وقوحت أدواتهم أدواتهم لأخ الرئيس أنا قدمت في اللقاء البروتوكولي اللي ما أحد يحضره إلا أنا وحضرتك كرؤساء سابقين أنا قدمت التصور ليه معيب معيب أن يكون عندنا رئيس وزراء متعلم رئيس وزراء قادر وأن توضع آلية لاختيار رئيس وزراء من ضمن الصباح ما نبي برا الصباح لحد بس خليونا الأفضل ما أنتو تبون الشعب يختار الأفضل أنتو أم عطونا الأفضل في الختام لأخ الرئيس لأن الوقت أهمني أنا بقول أن مضابط مجلس الأمة تسجل للتوثيق والتعريخ وأنا هنا أبرع ذمتي أمام الله والوطن والشعب ووفقا لحق المقرر في المادتين مئة وثمانية ومئة وعشرة أحذر الأخوة الأفاضل في المجلس الموقر وأنبه أبناء وطني بأنه يتم تهيئة البلد عن طريق إبعاد كل شريف وتوطين الفاسدين في بعض مفاصل الدولة التي تسرق كما سرقت في أيام الغزو شكرا الله أحمد شكرا مادة ثلاثة ثمانين ألف مساس من الأخ سامة الزيد لأخ الرئيس أنا أستغرب سامة الزيد يتكلم أفروض الرد على الخطاب الأميري ليس الرد على مرزوق الغانم لكن هذا دليل تأكيد على الكلام الذي قلته تولي في كلمتي أنت يا أحمد الفهد عندك نواب حتى ذاحد انتخذك تهاجمة هو مجبر لأنه هو من أحد المدعومين من أحمد الفهد بالانتخابات بكافة الطرق لذلك بترد رد على الخطاب الأميري لا ترد على مرزوق الغانم مجرد أداة انت هذا دورك الدافع عن أحمد